وفي سياق متصل أعربى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلقه من تقارير واردة عن عمال عنف ضد المواطنين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق زاء التقارير التي تفيد بقيام النظام الإيراني بعمال عنف ضد المواطنين العزل وأضاف أن واشنطن تدعم حق الشعب الإيراني في الاحتجاج على فساد النظام والاضطهاد دون خوف من الانتقام كما دعى وزير الخارجية الأمريكية النظام في إيران لاحترام حقوق الإنسان لشعبه وتأتي هذه التصريحات بعد أنباء عن قمع عنيف قامت بها قوات الأمن الإيرانية للإحتجاجات الشعبية التي تتواصل منذ أشهر تنديدا بسياسات النظام الإيراني وذكرت تقارير أن الشرطة والأمنة ووحدات مكافحة الشعب واجهت المحتجين في كرج وطهران وقم وكازرون وأصفهان بالغازات المسيلة للدموع والضرب العصي والهراوات لتفريق المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر